طيب هناك بعض الأحاديث تحتاج إلى شرح مثلا نبي عليه الصلاة والسلام ذكر من علامات ساعة تقارب الزمان ما المعنى؟ تنزع بركة الزمان فيكون الساعات الطويلة تمضي عليك وليس فيها إنجاز كبير بينما في وقت البركة ينجز بها كثير ولنقارن مثلا أوقاتنا الآن بأوقات عدد من سلافنا أنا أفكر في الإمام الذهبي رحمة الله عليه نعم نظر إلى إنجازه هذه الكتب تاريخ الإسلام وسيارة علام النبلاء والعبر طبقات الحفاظ طبقات القراء الكبار المعجمة المختص المعجمة الشيوخ المجرد الموقضة المختصر أو تهذيب المستدرك نعم قضية هذا كثير من الكتب جدا والنووي والنووي كذلك لكن أكثر منهم أكثر كتبا من النووي نعم أيضا عندك سبحان الله بن عساكر كيف كتب تاريخ دمشق هذا الكبير الله أكبر في هذا الوقت اليسير من قبل هذا الطبري ذهبي توقع أن يكون قد بدأ في إنجازه وعمره أربع سنوات سبحان الله لأنه إذا كان كل يوم يكتب مثلا بخطه 24 صفحة نعم هذا كثير في إنشاء ذلك يوم يروح إذا كان مجرد نقل فضلا عن تأليف وتدقيق وأسانيد ابن عساكر له إلى سنن يبي داود عشرة أسانيد في التاريخ في تاريخ دمشق الله أكبر فقط إلى سنن يبي داود نعم فضلا غير ذلك هذه ما عندها تفسير إلا البركة البركة وهذه البركة الآن نزعت هذه البركة نزعت لكن مع ذلك لا إنكار في أن من تقارب الزمان ما يكتشف أيضا من الوسائل التي تطول نعم مثل هذه الطائرات الآن نعم ومثل الاتصالات الآن نعم وهذه وردت فيها حديث أخرى يكلم الرجل وأهله من مقبض صوته أو تحدثه فخذه بما أحدث أهله هذه الآن الهواتف تكون دائما الناس يحطوها مع الفخذ يكون قدرها قدر يعني أنت تفسر هذا الحديث بهذه المثل لا قد يحمل عليه أنه قابل لتفسير وأن تكلم السباع الإنس نعم هذه تحمل على ظاهرها أو عندها تأويل لا كلها على ظاهرها على الأصل لكن بطرق ذلك تدريب السباع الآن تختص فيه ناس نعم صحيح يشتغلون بذلك حتى تصير كأنها إنسية يعني تعتمر بأمره وتنتهي بنهي فهذه الأمور الكثيرة الناس فيها بين مفرطين ومفرط نعم تعرف العدد من المؤلفين وأرادوا أن يجعلوها عقلانية ولم يفرقوا بين عالم الغيب وعالم الشهادة وبدأوا يفسرون يحاكمون النصوص لها على عالم الشهادة لا حتى ذكر بعض الأشراط التي فيها فتح رومية مثلا فتح رومة نعم ذكر خيولهم قالوا معناه في آخر الزمان سيتوقف الكهرباء ومعلقوا مدافعهم أو بنادقهم ما فهموا ما فهموا هذا مما يعني احتج بإيه فريد وجده على إنكار الدجال وإنكار في دائرة معارف القرن العشرين قالوا أن واضح هذه الأحاديث غفل أن هذه النشاب والنبال والسهام وكذا كلها سيستغنى عنها بما أنتجته هذا غلط في الفهم نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث لأن حتى حذيفة قال وددت لو كنت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي يخرج أهل المدينة من المدينة لما قالت تركن المدينة على خير ما كانت نعم ولم يخبره ومنعه الله أن يسأله أصلا سبحان الله نعم